الحقيقة عيون مصر لا تنام عن غزة عيون قدتها وشعبها ونسها وأهلها وحتى أطفال مدارسها بكل عفوية وبراءة عيونهم معلقة بقطاع غزة عايزة تساعد أطفال القطاع بأي شكل من الأشكال من اليوم الأول ومصر بتتحرك على الأرض تحرك فعلي من بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع مصر أسرعت بتقديم جسر للإغاثة البري من معبر رفح لنقل المساعدات الإنسانية لإخواتنا وأهلنا داخل القطاع المشهد اللي احنا عمرين وحلنساه استفاف مئات الشاحنات قدام المعبر بفشهد يعكس حالة من حالات التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة في الوقت اللي اتفتح فيه الجسر البري لأهلنا في غزة انطلقت القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة وضمت مئات الشاحنات المحملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية وكمان المواد الغذائية والحوم وعلب الأدوية والمستلزمات الطبية والهدوم والاحتياجات اللازمة وكل ده لتخفيف الأوضاع عن الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي على أخواتنا في غزة الحقيقة مننا إن الدور اللي قامت به الدولة المصرية بنقل المساعدات كان وراء جهود عظيمة قام بيها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي التاريخ العمل الإنساني في مصر حتوقف عنده بشكل كبير بلغة الأرقام لحد دلوقتي 337 شاحنة بحمولة تصل ل6740 طن من المساعدات الإغاثية متنوعة شملت هذه القوافل مساعدات غذائية وطبية ومساعدات مختلفة كان بمشاركة مباشرة لمؤسسة حياة كريمة و32 كيان بالإضافة ل6700 متطوع لسه هيكون فيه امتداد مستمر لجسر المساعدات الإغاثية لدعم إخواتنا في قطاع غزة وحتكون هناك كمان عشرات الشاحنات بشكل يومي أعتقد أن لا يخفى على أحد المجهود اللي قامت بيه مصر كل الجهود اللي قدمتها لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية لإخواتنا في غزة مصر كانت في مقدمة الدول اللي سهمت بتقديم المساعدات ومستمرة كمان في تقديم المساعدات احنا موجودين مع حضراتكم وعلى مدار حلقتنا حنكمل كلامنا اللي بنتكلم فيه على مدار الفترة اللي فاتت كلها عن مدى يحدث في قطاع غزة بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر